بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ونوله الحقيقة كنا قد وصلنا إلى الإحرام وقلنا الإحرام هو النية نية الدخول في النسك وهو ركن من الأركان وقلنا بأن الركن لا ينجبر بدم بمعنى أن لا بد منه وكتشوفوا بأنه الركن هذا النية أمر رضي له سهل الحمد لله ما في حتى تمشكي هذا من ناحية الحكم هو الركن ومن ناحية الحكمة والمقصيد قلنا هو أن تعيد الأمانة لله عز وجل لصاحبها الإنسان لا يملك نفسه فتعيد الأمانة لله تعالى اختيارا والإحرام من الميقات وعدم تجاوز الميقات نحن سيكون عندنا جوج الناس اللي سبقوا المدينة المنورة سيكون الميقات ديالهم وذو الحليفة وهذا العقيق أبهر علي اللي هو قريب من مزيد النبوي تقريب من 12 كيلومتر سيكون الإحرام ديالهم تما ولا الناس اللي غير يمشون من هنا سيكون الميقات ديالهم ورابغ جحفة أو ما يسمى رابغ هو تقريبا كيبعد على المكالمكرمات تقريبا شيء 190 كيلومتر في حين أنه الميقات ديال المدينة المنورة كيبعد 450 كيلومتر الإحرام من الميقات واجب تالي أن الإنسان يدى تجاوز الميقات ومحرب شيء منه عليه دم وقلنا كذلك بأن أن تتزامن التلبية مع الإحرام في الميقات كذلك واجب إذن عندنا وحد الركن اللي هو النية للإحرام الركن التاني أن تحرم من الميقات ما تجاوزوا شيء الواجب التاني هو أن تتزامن التلبية مع الإحرام وقلنا بأن هذا الشيء كله يعني فيه رحمة أن يكون الميقات الإنسان يجي من داره ويصل الميقات كي يستعد أكثر ويعلي الإنسان بيع نفسه لله عز وجل حتى يصل الحرم إلى آخره تلبية تقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والله العظيم ثم والله ثم والله لو عاقل وفهم وتذوق وعاش الحجاج معنى التلبية لكان حجهم وعمرتهم غير الحج الذي نعرف لبيك بحديتها لبيك ما معنىها فيها خمسة معاني يجب أن تكون مجتمعة باش يكون عندها معنى الذي يريده الله عز وجل يجب أن يكون فيها خمسة نين تقول لبيك أيها الحاجة والحاجة بمعنى أنا جيت لي لك أنا جئت لك عبدا أنا جئت لك أمة نعم مسرعا مسرعة محبا راجيا وخائفا إذن جئت عبدا إذا جاء مخلوق آخر مشي العبد ومشي الأمة لن يبلغ إذن لا بد أن يكون عبدا إن الحج وقصد العبد إلى الرب سبحانه وتعالى إذن أن يأتي العبد وأن يأتي مسرعا وعجلت إليك ربي لطرد وأن يأتي هذا العبد محبا وراجيا وخائفا وهذا كنقيل قلوه سبعتاش مرة في اليوم والليلة الحمد لله رب العالمين هذا مقام المحبة هو الحمد الرحمن الرحيم هذا مقام الرجاء ملك يوم الدين هذا مقام الرهبة فعندما يجمع العبد المسرع إلى ربه مع المحبة الرجاء والخوف يكون قد حقق معنا التلبية يعني أنا جئت إليك ملبيا بصفتي عبدا رقيقا مسرعا محبا راجيا وخائفا لبيك اللهم تلبي لمن لله عز وجل للإله والإله جاء من الولا والأله والأله هي أعلى درجات المحبة المحبة درجات خمسة عشر أو سبعة عشر كما في الصلافية يعني العارفون بالله عز وجل قالوا أعلى مرتبة في المحبة هي الولاه والأله بمعنى لم يبقى بعد درجة الأله والولاه إلا أن يفقد الإنسان صوابه وعقله من فرط المحبة الذي يستحق هذه المرتبة هو الله سبحانه وتعالى صاحب الإيجاد والإمداد والهداية وكل النعم منه سبحانه وتعالى كما قال عارف من العارفين بالله وأبو عبيد الخواص وكان حاجا في عرفة وكان رجلا يعني من العارفين بالله قال سبحان من لو سجدنا بالعيون له سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوكي والمحمي من الإبري لم نبلغ عشرا من معشار نعمته والعشيرة ولا عشرا من العشوري بمعنى أن تلك النعم الصغيرة جدا التي لا تقدر على لمسها لصغرها ودقتها لو أراد الإنسان أن يوفي الله الزوج الحق بأن يسجد بعيونه على الشوك والله تعالى لم يأمرنا بهذا لما وفى الله تعالى حقه ولذلك عندما تقول لبيك اللهم ثم تقول لبيك مرة أخرى توطن نفسك لأن الإنسان كينسا لبيك بمعنى الله لبيك اللهم يا إله الذي يستحق كل هذه المحبة التي ليس بعدها محبة لما علمت من فضل الله عليه في الإمداد وفي الإيجاد وفي الهداية وفي كل شيء ثم تقول لبيك يعني جئتك عبدان مصرعان محبا راجيا وخائفا ثم تقول لبيك لا شريك لك لبيك يعني ألبي لك بهذا المفهوم الخماسي لأنه لا شريك لك في نعمة الخلق وفي نعمة الإمداد والإيجاد والحفظ كل النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصها لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد يعني تعترف أن الحمد لله والحمد يعني كان قلون عودوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله تصور الناس دائما يقول ولكن ما معنى الحمد الحمد عنده جد معاني يخصمي جمعه بجوج بشي يعطيونا المفهوم عندما تقول الحمد لله الحمد هو الثناء على الله في كمال ذاته سبحانه وتعالى والله تعالى ليس كمثله شيء له صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى قال سيدنا علي رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك والتفكر في ذات الله أشراك وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون واضح منه عندما أقول الحمد لله أثني على الله عز وجل في كمال ذاته وأنا أستبطن وأعترف أنني عاجز على إدراك كمال الله وذاته سبحانه وتعالى فأسبحه أقول سبحان الله سبحان الله بمعنى أن الكمال الذي في ذهني وفي تصوري وفي وجداني وفي شعوري ناقص لأنه صادر عن ناقص فأسبح الله أقول سبحان الله سبحان الله أرفعه في وجداني فوق فوق وأن أعترف كلما رفعته فوق أنني تحت وكلما سرت بنفسي تحت أسير إلى الله فوقه إذن هو ثناء على الله في كمال ذاته وثناء على الله ثانياً على جميع جميل فعاله ونعمه النازلة منه إلينا إذن إذا أقررنا بأن العجز عن الإدراك إدراك ومهما توصلنا إلى الله بهذا المقام هذا أستاذ الكريم نعلم أننا لن نصل إلى هذا المعنى العظيم كيف يفعل هذا العبد الضعيف؟ عندما يعترف الإنسان ويوقن أنه لن يصل فقد وصل عندما يعترف أنه مهما فعل في جنب الله فإنه لن يصل وهو مجتهد فإنه على الدرجة التي يسير فيها ويعرج فيها إلى الله سبحانه وتعالى عندما يدرك أنه مهما فعل فلذلك تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة كل النعم منه وهي إليه سبحانه وتعالى والنعمة لك والملك الملك الحقيقي والملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى لا شريك لك شوف قلنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني وكأنه توطين أو كأنه شهادة من النفس وتاني إن هناك شيء آخر أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مرتين في الحديث القدسي الله عز وجل يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا خطايا يعني كبائر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا شريك لك لا شريك لك لجئتك بقرابها مغفرة وبالتالي التلبية تلبية شيء عظيم جدا خصوصا أن الكون كله يلبي معك بصاص قال ما من ملب يلبي إلا البمان يمينه وشماله من شجرين أو حجرين أو مدرين حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا بمعنى عينك تلبي حواجبك تلبي أسنانك تلبي ثياب إحرامك تلبي الطائرة التي فيها أو الحافلة التي فيها تلبي لله سبحانه وتعالى الكون كله يلبي معك تدخل في أخوة مع الكون أحس بأنه يعني ما تقوله تعبر فيه عن عبوديتك تحبر فيه عن انتمائك على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى ونبي صلى الله عليه وسلم قال ما من محرمين يضحى لله تعالى يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بدنوبه كما تغيب الشمس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يقع للحاج ويقع للمعتمر ونحن عد في البداية ذي الحاج ويقع هذا يعني التلبية لوحدها قادرة بأن تغفر وتحط الظنب والخطايا بمعنى آخر أن الإنسان يدخل في النسجة مع الكون ونسجد صلى الله عليه وسلم من كان كي تسول على الأفضل المجاهدين أفضل المصلين أفضل كذا الحجاج أفضل كذا كي يقول لهم أكثرهم لله ذكرى بمعنى أكثرهم لله تلبية بمعنى أكثرهم الذين عبروا عن عبوديتهم لله والتلبية بحل الصبون كتغسل النفس كتغسل النفس من الرواسب إذا بقى في شي رواسب ولا شي ملويتات كتغسله باش منين يمشي الإنسان عند الله عز وجل باش يطف في الكعباء كي يكون عبد لله سبحانه وتعالى يعبر لله تعالى بهذه المشاعر ويجدد العهضة مع الله سبحانه وتعالى فلذلك يعني يدخل مع الكون في أخوة من حيث القول تناغم الكون كله يصبح وإن من شيء إلا يصبح بحمده ولكن لا تفقه هنا تصبحهم ولكن مجرد ما يبدأ العبد الحاج الأمة الحاجة في التلبية إلا يقلب الكون من التصبح إلى ما هو أعلى الذي هو التلبية من يعني يجعل الكون كله يلبي لله عز وجل الحاج ولكن الكون يلبي جبلة قهرا لأنه يخضع للقواني التي يعني قابلة أن يخضع فيها في حين الإنسان يلبيه اختيارا محبة توجها عليه أن يعيش أنا يعني أناشد الحجاج أن يعيشوا أن يعيشوا التلبية إذا عاشوا التلبية سيكون محمولين على الحج لا يكون حاملين للحج ويجدون له كلفة بل يكون محمولين على الحج كأنهم دخلوا إلى الحضرة وإلى الشهود وتخلصوا من عالم الشهادة من عرف ما قصد هان عليه ما وجج كما قال ابن عطاء الله رحمة الله عليه أتصور فضيلة الأستاذ لو أننا فقهنا وفهمنا الحاج أو فهمنا التلبية بالأحرى بهذا المعنى الذي ذكرتمه سيكون للحج طعم آخر إذن فضيلة الأستاذ حينما تحدثتم عن الحكم قلتم بأن لابد من تزام الجهر أو عقد النية بالميقات المكاني ثم بالتلبية نبقى دائما في التلبية فهمنا الحكمة دي لها الخطوة الموالية متى يعني يتوقف الحاج عن التلبية يتوقف الحاج عن التلبية عندما يرى الكعبة المصرفة هناك بعض العلماء الذين قالوا عندما يرى بيوتات مكة ولكن ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى الكعبة المشرفة قطع التلبية أنا أميل لهذا الأمر أنه يبقى الإنسان ينبي لله سبحانه وتعالى لكن الصحابة كي ينبيوا حتى يتبح الأصوات دي لهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه الصحابة عندما بلغوا الروحاء والروحاء بعيدة على المدينة المنورة تقريب من 52 كيلومتر عندما بلغوا الروحاء بحث أصواتهم يعبرون عن محبتهم لله وعن رجائهم في الله وعن رهبتهم في الله ويعبرون عن عبديتهم وإمائيتهم لله بمعنى يعبرون على أنهم قد رجعوا إلى أصلهم نعم وتخلصوا من الملوثات بحال اللي قلنا قبلتي تلبية صابون كتغسل النفس يعود الإنسان إلى أصله فإنسان يلبي يلبي يدوص الفندق دياله للإقامة دياله بطبيعة الحال إذا كان عيانهم كله يرتاح ليس مرغما أن يذهب في ذلك الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصلاة فليصلي أحدكم نشاطه بمعنى عندما تعبد الله تعالى عليك أن تكون نشطا أن يكون الجسد حاضر أن تكون نفس حاضرة أن تكون الروح حاضرة بمعنى الإنسان يكون في وضع طبيعي غير يرد البال مع محضورات ديال الإحرام عندك يمشي ديال ريحة واللي يزول من شعره واللي يزول من أظافر دياله عمدا هذه المحضورات ديال الإحرام قصة الإنسان إذا دخل فندق دياله ما يديرها شيء إذا أبغى مثلا مقاعده وش يدير الماء ولكن يدير الماء غير بلا ريحة بلا ريحة نعم بلا ريحة ما مدى فيه هذا وبعد ذلك يذهب ويلبي الكعبة عندما يدخل البيت الله الحرام وينظر إلى الكعبة مجرد ما ينظر إلى الكعبة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هو جاء مشتاق ليره الكعبة ولكن مجرد ما رأى الكعبة انتظرت كأنها تلاشى كأنها يعني لم تبقى هي رمز لله سبحانه وتعالى وقال اللهم أنت السلام لم يعد يحدث الكعبة التي اشتاق إليها يحدث الله تعالى الذي جاء إليه الحجوم قصد العبد إلى الرب فقد جئت إلى الرب أنت تحييه بماذا؟ اللهم أنت السلام أنت جئت إلى الله السلام إلى دار الله السلام التي هي الحرام وإلى أشهر الحرم التي هي أشهر ديال السلام فعليه أن يتحل الحاج بأخلاق السلم والسلام أن يكون سلما لنفسه لسلم لزوجته لمرافقته للناس الذين يقومون على خدمته من الأوقاف أو من الوكالة أو أهل البلد هناك ويكون سلما لأشجار وأن يكون سلما للطيور للحمام لا يؤذي شيء أن يكون صديقا حميما للتوازل البيئي الإيكو سيستام ما يسمي بالإيكو سيستام أن يكون سلما أنت جئت تطلب السلام من الله السلام وأن يحييك من السلام فعليك أن تتلبس أن تتعيشه واقعا وسلوكا نعم خصوصا أنك قد بعت نفسك لله تعالى بالإحرام قلنا بأن الإحرام النية هو إعادة الأمانة إلى صاحبها إذن عليك أن تتصرف وفق مقتضى هذاك شيء يقولك هو مش هذاك شيء يقولك الهواء ديالك ولا قالوا لك الأخلاق ديالك ولا قالوا لك العادات والتقاليد ديالك اللي يجب ديالك بلادك لا عليك أن تتخلص من كل هذا فقط حقق أوصاف العبودية فيك قال قال ابن عطاء الله ليتجل الله بأوصاف الربوبية عليك إذن عندما ترى الكعبة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم تذهب إلى صحن الكعبة لتطوف نبدأ بالحجر الأسود والرجال هنا كي تطبعوا يعني كي أعريوا الكتف ديالهم لأيمان السنة في الطباع عندما نبدأ في الطوف كي تلقى بعض الناس من هنا من المغرب كي يعرموا الكتف ديالهم ولا من المدينة المنورة إذا سبقوا المدينة المنورة كي يعرموا الكتف ديالهم هذا ليس من السنة عندما نقترب من الحجر الأسود نعرم الكتف الأيمان وهو عنده يعني عنده علاقة بسيرة نفس السنة السادسة تمنع سيد نبي صلى الله عليه وسلم باش ما يديرش العمرة ما يسمى بصدح حديبية السنة السابعة جا يدير العمرة الكفار ديالقريش قالوا سيأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صحابه هالكهم الحمد يليتري بعيانين نعم قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبداً أراهم من نفسه قوة فأمرهم أن يكشفوا العاتق الأيمان وأن يرملوا يعني يجريوا الشيشويش فهذاك الأشوات الثلاثة الأولى سيدنا عمر قال فيما الرمل والاضطباع وقد أذل الله تعالى المشركين وأعز الإسلام قال ولكن لا تترك شيء فعنه على ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هذا الكتف وهذا الهرولة التي نفعل لماذا نفعلها؟ نفعلها لنغيظ أكبر عدو لنا الذي هو الشيطان والحج هي المعركة الفاصلة مع الشيطان هي معركة العمر مع الشيطان خصوصاً هي معركة معركتنا مع الشيطان في الحج لأنه سيثنينا على أن نكمل حجنا فنذهب إلى الحجر الأسود ومنه المبتدأ وفيه أحكام وحكام بداية من الحجر الأسود هذا يعني أمر واجب منه وفيه حكمة نبدأ من الحجر الأسود لأنه من الجنة على الحقيقة ومن الجنة وما رحلتنا هذه إلا العودة للجنة فكأن العودة إلى الحجر الأسود وتقبيله واستلامه الإشارة إليه كأنه قرع لباب الجنة ولكن هناك شيء اليوم اليوم الأحوالي كينا محد كبعدتي أيها الحاجة والحاجة وأشرت إليه من بعيد الأجر أكبر محد كتقرب الأجر كيقل كتدخل الزحام الزاف ما كيبقى أجر كتدخل أن تصدم على أخوتك وخوتتك وكاتي أديهم كيقول لي عندك الدنوب والعياذ بالله لذلك الحج خلق على أن نحافظ على أخلاقنا وهذا أهم ما يجب أن ننتبه إليه إشارة في غاية الأهمية نقف عندها لكن على أن نعود لها بالتفصيل لأنه لا يقبل من الحاج أن يضيع ما هو واجب وما هو فريضة بما هو سنة وما هو على وجه الاستحباب فضيلة الأستاذ جزاكم الله وبكل خير سبارك الله عليك على هذه المعاني الطيبة والقيمة التي يحتاج لها الحاج في هذا الزاد المهم شكرا لك شكرا للمشاهدين الكرام في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدين الكرام